عاجل السيسي في بيان شديد اللهجة للدول الأوروبية الرئيس السيسي بيقول للدول الأوروبية اللي وعدت بمئة مليار دولار لمساعدة الدول النامية في مؤتمر باريس 2015 فين الفلوس سيسي بيقول في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة مؤتمر باريس للمناخ اتكلم عن مئة مليار دولار لصالح الطاقة ودعم المناخ وده من 8 او 9 سنين بس لسه مفيش فلوس السيسي اكد ان الدول المتقدمة اللي عندها اقتصادات ضخمة هي المسؤولة عن كتير من اسباب التغير المناخي اللي موجود في العالم والمفروض تساعد الدول النامية عشان تواجه المشكلة دي السيسي كمان قال ان دولة زي مصر بتواجه تحديات كتير مش بس التمويل مصر بقالها سنتين بتواجه ازمة من 2019 ودي ازمة اقتصادية كبيرة كمان الازمة الروسية الاوكرانية واحدودنا مع ليبيا والسودان واحدودنا مع الشرق وطبعا كلنا عارفين اللي بيحصل في الشرق كل دي تحديات بتأثر على اقتصادنا السيسي حرج فرنسا والدول الاوروبية في كلمته وفي القمة الدولية لمساق التمويل العالمي الجديد العام الماضي وقال ان الدول النمية اتوعدت كتير من قبل القادة وانا كنت موجود في قمة المناخ في 2015 ووقتها اتخصص لها 100 مليار دولار من الدول المتقدمة كمساهمة منها والمفروض تتكرر سنويا لصالح المناخ ودي كانت فكرة كويسة جدا بس السؤال اللي هو احنا لو كنا نفزنا 100 مليار دولار دي النتائج كانت هتكون ازاي وتصور من الفرق الكبير جدا بين الخطة وتنفيذها فقد تكون نتائج اكثر او اقل شوية لكن ده ما حصلش السيسي اكد ان الرئادة مسئولية ولما تكون في دول متقدمة وغنية وعندها التكنولوجيا والمعارفة يبقى عليها مسئولية تجاه الدول اللي مش عندها التكنولوجيا دي ودي مسئولية اخلاقية وسياسية السيسي اقترح على رئيس الاتحاد الافريقي ان البنية الاساسية القرية الافريقية هتتحول وتغير وجه القر كل دولة زي فرنسا والمانيا والصين تدفع جزء من المبلغ المخصص وتدخل بشركتها وتعمل مشروعات لخدمة البنية الاساسية القرية في النهاية الرئيس السيسي بيطالب الدول الاوروبية بالوفاء بوعودها ومساعدة الدول النامية في مواجهة ازمة التغير المناخي طبعا كلنا عارفين ان الدول الاوروبية وعدت بمئة مليار دولار هي فين المئة مليار دولار دي او حتى فين ربعهم احنا ما شفناش ولا دولار من الدول المتقدمة اللي وعدت بانها هتساعد الدول النامية والدول الفقيرة كل ده ما شفناهوش وكل اللي اتقال كان كلام على ورق كلام انشه ما شفناش منه اي حاجة حتى السيسي احرج القادة دول اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر اشتركوا في القناة